حرب سبع وستين لما دخل علينا إسرائيل دخلت إسرائيل على فلسطين وعلى مصر أياما الجيش المصري اتدمرت الدبابات الطيران تبعه لما انضرب الطيران تبعه إسرائيل بدأت خش لما دخلت إسرائيل صارت أبدا تضرب زي ما هي عايزة لما وصلوا لحد قناة سويس قناة سويس هناك مصحش لهم يخشوا جوه يخشوا على مصر فلذلك حاربت أنا رجل من رجال جمال عبد الناصر حرب 1958 كنت جندي في نفس الجيش فلذلك إسرائيل كانت الشباب تلمهم على الشارع الشباب من سن 16 إلى 24 وتضربهم برششات كلهم حرب السبع وستين بارة فينا حرب جرت بين إسرائيل ودول العربية من سوريا ومصر والأردن أن مصر شاركت هي وسوريا كانت جمهورية عربية متحدة وشاركت الأردن متأخرة وشارت هذه الحرب وانتهت بستة أيام فقط احتلت خلاله العدو الإسرائيلي سيناء والجولان والضفة الغربية قسمت للأردن وصارت القدس قسمت لقدس الشرقية وغربية فكل يوم هاي النكسة بتزداد تزداد حدتها يوم بعد يوم لحد ما احنا بنشوف الوضع بدخل على حياء السكنية ما بين الناس ويخطف ويقتل ويسركوا ولا حد فاتح ثمة فهذا الوضع يعني زاد عن حده لحد الشباع الكثير احنا اليوم عايشين في مخيمات الواحد يدوب يوفر بيئة سكنية ملاسمة تروا تشوف هيها يبيوتهم لسكا في بعض السوك الرئيسي بس بش وضع احنا لو اننا كمسلمين قبل انما نكون فلسطينيين كمسلمين انواجب وطني على الجميع يجاهد اليوم هذا الفرض الجهاد بش فرض كفاية اليوم هذا فرض عين على كل المسلمين بنفكر في هذا الموضوع بنشوف ولا ايش مسوين وبنفكر قدام الخالق طيب كيف رح نحتيه لوطننا راح وطننا راح ما سوينا له اشي يوم النكسة يعني ان يوم سواد على امة العربية كي جاء اجمع يوم دمار وطن كامل يحتل من قبل صهاينة من قبل ناس او غاد ادفى امم في العالم يحتل الوطن من مليار ورسل مليار مسلم مئة سبعين سنة سبعين سنة الان محتلاء الفلسطين والله يعارها على الامة العربية جمعاء انه بلا سرى محتلة سبعين سنة وهي منوك المشرب